ده ما عجبش ناس كتير والحقيقة كان يعني انا بقى الحاجة دي بتاعتي وملكي انا فيه ملايين ما عجبنيش الكلام ده استخلت باللجنة المباية المصر اه طبعا قدمت استقلتي باللجنة المباية وانسحبت لسبب بس عشان ما نتكلمش فيها سباب كتير ما كنتش مقتنع ان احنا بنعمل حاجة فانسحبت وانسحبت بهدوء شديد جدا وبالشياكة استقلتي اهي ومشيت في سنة كم الزبط ده اه قبل الانتخابات بتاعة الدورة دي بحوالي 8 شهور انا على فاكرة انا دخلت يعني ساعة لما اطلب مني ان انا اتقدم في اللجنة المباية كانت انتخابات تكملية وفاضلت سنتين قعدت سنة وشهرين وانسحبت محسيت ان الدنيا مش احسن حاجة مش هقدر تدي الجو اللي موجوده وطريقة الادارة اللي موجودة كل واحد له ما له عليه ما عليه انما انا مليش دور اه مش هقدر اقدي مليش دور يا فندم خالص حدش ليه دور خالص فانسحبت وحتى عضاء اللجنة المباية كلهم ما كانش ليهم دور طب منو بدأ ناس من برد بقى ليها هي الدور طب منو جهت نظر حضرتك يعني حضرتك بوقتي قامة كبيرة ورئيس اتحاد افريقي وعضل وبكتب تنفيذي بتحاد دولي وان شاء الله فيهم ايام نشوفك في اللجنة المباية الدولية يعني شايف ايه دور اللجنة المباية المصرية ايه دور الاساسي لجنة المباية المصرية دور اللجنة المباية الاساسي هي تنظيم حركة الرياضة جوة الدولة وإن هي اللي بتعمل الكلتاكت بينها وبين الاتحاد أو اللجنة ألمبئية الدولية في تنظيم الروابط أو المثاق الألمبي المثاق الألمبي اللي اللي الناس كلها بتتكلم عليه هو ما يضمن حرية اللعيبة الاهتمام بيها عدم وجود عنصرية عدم وجود اضطهاد عدم وجود ما معنى تدخل التدخل علشان مايبقاش فيه اضطهاد للعب مايبقاش فيه اضطهاد عرقي مايبقاش فيه اضطهاد ديني هو ده الميثاق الأولمبي موجود على تدخل القانون المصري مش تدخل يا فاندن ما فيش حاجة لما جناء أنفذ القانون المصري طبعا وعلى فكرة وواضحة جدا في الميثاق الأولمبي وفي جميع اللوايح اتحادات الدولية وانا راجل في التحاد الدولي وبقول لحضرائك حاجة أنا فاهمها وفي جميع اللوايح والقوانين في العالم في حالة وجود اي مشاكل مالية او مشاكل ادارية للدولة الحق التدخل وساعتها لا الاتحاد الدولي ولا اللجنة الأولمبياء بيدخلوا إلا لما يحصل حكم نهائي خلاص انتهى الموضوع